اشتركوا في القناة 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 الكلام هذا يذكر أنه لو كانت العصمة تصح لأحد بعد الأئمة المعصومين يعني لو نقول بأن المعصومين عدنا خمسة عشر مو أربعة عشر لكانت العصمة هو يقول لكانت العصمة في اثنين واحد منهم المقدس الأردبيلي الثاني منه الثاني مدفون عدنا بالبحرين سيد هاشم التوبلاني لورعه وتقواه يقولون هذا يظن فيه العصمة اسمه مواجب عصمة غير واجب يعبرون عنها المقدس الأردبيلي لما كان يجاهد نفسه ولما كان عنده تقوى متميزة رزق أن يسمع السلام من قبر أمير المؤمنين سلام الله يعني يجي يدخل على أمير المؤمنين بس يصيح السلام عليك يا أمير المؤمنين هو والذين معه يسمعون الصوت من قبر علي بن أبي طالب يقول وعليك السلام يا أحمد ورحمة الله وبركاته أحد علمائي أحد طلبت الشيخ أحمد هذا مذكور في معلفات علمائنا يوم من الأيام تبع المقدس الشيخ أحمد الأردبيلي قال أريد أشوف المقدس الأردبيلي عنده شنو من المقامات عنده فكان يأتي خلفه وهو لا يشعر به يقول أشوف يجي إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه الحرم يسدون عادة وحطون السلاسل والأقفال عليه لأنه آنذاك كان هناك مجموعة من السراق كانوا يسرقون القناديل ويسرقون الذهب في حرم أمير المؤمنين فمني يفرغون من الزيارة يسدون الأبواب مثل الآن حرم سيدتي ومولاتي زينب الحورة عليه السلام شايفين شرون يسدون الحرم فهذا الطالب يقول أنا تبعت الشيخ الأردبيلي نص صلال قلت وين رايح شفت جاي إلى الحرم الحرم مغلق وأكو على الباب سلاسل وقفل كبير بس وقف تمتم المقدس الأردبيلي بكلمات يقول وإذا القفل يتحرك سقط والسلاسل طاحت قلت يمكن هذا الكليدار السادن ما للعتبة العلوية لعله نسى يقفل الباب يقول شفت الباب انفتح لوحده باب ضخم انفتح لوحده ثم جاء إلى حضرة أمير المؤمنين هم الحضرة عليها باب والباب عليه سلسلة والسلسلة عليها قفل بس المقدس الأردبيلي وقف يقول أنا أشوف قناديل مسرجة وأشوف القفل مغفل تمتم بكلمات انفتح القفل وقع وطاحت السلسلة وانفتح الباب ثم جاء المقدس الأردبيلي إلى قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ورأيته يتمتم بكلمات وسمعت صوتا يصدر من قبر علي بن أبي طال يعني كأنما واحد سولف وي الثاني من رجع المقدس الأردبيلي شاف هذا الطالب قدمه قال له من متى منذ متى أنت خلفي قال له يا مولاي من الوقت اللي شفت الأقفال تقع من السلاسل والسلاسل توقع والأبواب تنفتح ووجدتك عند ضريح أمير المؤمنين تحدثه ويحدثك قال له أكتم لا تخبر أحدا إلا بعد وفاتي قال له شلون قال في بعض الأحاين يشكل علي أمر بعض الأوقات يشكل علي أمر ما أدري شلون أحلها أحتاج إلى رواية أحتاج إلى دليل فأأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمير المؤمنين يرشدني إلى القبر وإلى المكان وإلى الموضع الذي فيه الدليل الذي يسوقني إلى جواب المسألة التي استعصت عليها هذول حصلوا على مقام أن يناجيهم الإمام من داخل قبره فضلا عن التشرف بلقاء إمام من الحجة بن الحسن قائم آل بيت محمد صلى الله عليه زين هذا بيش حصلوا يا جماعة حصلوا بمجاهدة يعني احتاجوا إلى دورة ترويض إلى النفس يا الله تمكنوا من الوصول إلى هذا المقام هذا المقام نفس قد يصل إليه شخص يا إخواني بقربه من علاقاته الأسرية يعني الولد يبر أباه يبر أمه وتكريما لهذا البر يرزق السلام وسماع صوت المعصو الولد يبر أبوي فيرزق مشاهدة الإمام سلام الله عليه والسلام من الإمام الحج عليه فهذه العلاقات الأسرية التي عندنا يا أحبائي له واحد يقول لا والله نفتح نأي ونشفنا فلان أخونا فلان أختنا فلان مثلا أبوي فلان أمي فلان زوجتي أنا رح ترتبت هذه الزواج لا أنت إذا راعيت هذه العلاقات ترزق يا أحب ترزقون يا أحبائي القرب من الله ومن أهل البيت ولهذا قال نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي شوف توسعة النبي صلى الله عليه وآله مع أهله يساعدهم في أعمال المنزل واحد ما يتصور هذا يسويها بعضهم من يقعد يقول لا يعني إحنا شفناهم بعضهم يقول شيخنا مستحيل أنا تخليني زوجتي أفرهم بصل أنا تخليني زوجتي أغسرهم واعين مستحيل أصلا ما يقولوا عني رجال أنت رجولتك مو أعظم من رجولة محمد وعلي بينما كان علي ينقل عدس لفاطمة الزهرة من تقر في صفة النبي صلى الله عليه وآله شوف أول صفة لرسول الله كان يحلب الشات ويعين أهله في أعمال المنزل مع العلم يا جماعة بيت النبي خونتوا شفتوا بيت النبي شكبرى رايحين أنتوا المدينة وشايفين شكبرى بيت النبي يمكن ما يعادل حجرتين من حجرنا مو تمام؟ وهل ما كان اللي تشوفه يحوي تسع زوجات والنبي شو عنده من أعمال لكن مع ذلك كان يعين أهله يكنس المنزل ويحلب الشات ويخصف النعل هذه صفة النبي عنده السنة والشيعة يذكرونها تمام؟ هذول اللي يقدرون قيمة العلاقات الأسرية لأن بهذه العلاقات يا إخواني يتقربون بها إلى الله خلي أذكر لك موقف إلى إمام إلى نبي الله موسى الكليم على نبينا وآله وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين آلاف التحية والسلام شوف ذول شلون يهتمون بالعلاقات الأسرية موسى الكليم عليه السلام لما فقد أخاه هارون غسل كفن صلى عليه أنزله في القبر قاعد عند القبر يبكي طول عند القبر طول في البكاء إلا ويا بعد أتباع أو صياء إلا ويا من بني إسرائيل قاعدوا يعزون شافوا موسى الكليم طول قالوا إلى متى انضل وادعوه ومشوا ظل موسى عند القبر لوحده يبكي أطال البكاء عند قبر هارون فأوحى الله إليه قال يا موسى ما لك تبكي هذه شوية ليلة تغسل قلوبنا تقربنا إلى الله أكثر الله عز وجل يقول له يا موسى ما لك تبكي قال يا رب أخي وابن أمي هذا أخوي العزيز اللي فتحت عيني عليه يا ملاقين آلام مشتركة فرعوني أذيننا اثنين بنو إسرائيل أذوننا اثنين من أطيح بشدة أستعين به من أطيح بشدة يستعين به أخي وابن أمي يا رب فأوحى الله إليه قال يا موسى أفأنت أرحم عليه مني يعني أنت الآن شفت وحدة بالقبر كلهم مشوا أز عليك أن تتركه بمفرده فتنصرف عنه أفأنت أرحم عليه مني يا موسى ثم قال هذه الكلمة إجا الوحي بهذه الكلمة أحب إفتحوا قلوبكم شوية قبل مسامعكم الكلمة شوية تغير مجرى حياتنا قال يا موسى إني أنظر إلى عبدي في القبر وأرى كثرة ذنوبه فيأخذني الغضب عليه ثم أنظر إلى وحدته في القبر وقلة حيلته يعني أهل خلوه زوجة مشت عنه أولادة مشوا عنه صدق مذنب لكن ما ويا أحد مكان مظلم وحد فيه ثم أنظر إلى وحدته في القبر فتأخذني الرحمة عليه فتسبق رحمتي غضبي فأغفر له ولا أبادي فقال موسى يا رب لأجل ذلك سميت بأرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله شوفوا يا أحبائي هذه العلاقات اللي عندنا إحنا كآباء إحنا كإخوة إحنا كأبناء إحنا كأزواج تقربوا بهذه العلاقات إلى الله إحنا الواحد من عندنا يقول أنا أريد ألقى الله وأنا خادم للحسين أريد ألقى الله وأنا زائر للحسين أريد ألقى الله وأنا باكر على الحسين أريد ألقى الله وأنا حاج أطوف حول الكعبة أريد ألقى الله وأنا ساجد إليه إلقى الله وأنت بار لأبويك إلقى ربك وأنت نعم الأخ أخوك يقول هذا خوش أخو فلهذا شوف يا أحبائي حتى أختم هذه المحطة من تجي إلى زيارة سيدي ومولاي باب الحوائج أبي الفضل العباس سلام الله عليك شوف اشتقر في زيارة من إتريدك هو تقول نعم أبو فاضل نعم بأي صفة فنعم الأخ المواسي لأخي ما قلت نعم الشهيد ما قلت نعم المواسي ما قلت نعم المضحي ما قلت نعم البطل نعم شنو نعم الأخ المواسي فإذن يا إخواني أول محطة تؤكد على قيمة العلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض فمن هذا النموذج نجي إلى نموذج ثاني نموذج منه الرضا والمعصومة من تقول في زيارة المعصومة السلام عليك يا أخت ولي الله الله أكبر من تقرأ من زار أختي فاطمة المعصومة بقم يعني هناك تغذية خاصة من الرضا إلى فاطمة المعصومة فهل هذا أنتقل للمحطة الثالثة حتى أختم الحديث الليلة مجلسنا قلت لك مجلس معرفي ولائي تربوي أسري المحطة الثالثة حجم العلاقة بين الرضا والمعصومة يا جماعة بس المعصومة هي أخت الرضا الرضا عند أكثر من ثلاثين أخت شمعنى إلا المعصومة ليش لأنها هي التي حصلت على تغذية خاصة فلهذا قالوا بأن الإمام الكاظم دفع المعصومة للإمام الرضا ليتولى رعايتها فلما رعاها الإمام الرضا رعاية خاصة صار للمعصومة شؤون خاصة من الشؤون أن ضمان الجنة لا يتم إلا بضمانة المعصومة توقف جنابك تقرأ على ظريحها يا فاطمة اشفعيلي بالجنة اشتقر في زيارتها اللهم اختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فاطمة اشفعيلي عند الله بالجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن المشاركة في الضمان ضمان الجنة بعد المشاركة بالزيارة زيارة الرضا التي تريدها كمال الزيارة لا تتم إلا بزيارة المعصومة فلهذا الحديث الذي ابتدأنا به صدر المجلس من زارني ولم يزر أختي فاطمة بقم فقد جفاني يعني لا تتم زيارة الرضا إلا بزيارة المعصومة بعد الحاجة التي تريدها من الرضا لا تتحصل على كمالها إلا بزيارة المعصومة عليها السلام قد تحصل على حاجة نعم من عند الإمام الرضا لكن إذا أردت الحاجة الكاملة تحصل عليها من الاثنين فلهذا أختم بهذه القضية وهي مسك الختام صلوا على محمد وعلي محمد آية الله السيد مرتضى السيد محمد كاظم القزويني أعلى الله مقامه يذكر هذه القضية يقول يوم من الأيام مضيت لعقد قران شاب على فتاة فلما تم العقد قعدنا نسؤلف فقالوا سيدنا تدرون بأن هذه البنت اللي عقت عليها صارت إلها كرامة ببركة الرضا والمعصومة شلون قالوا لهذه البنت معاقة مشلولة ما تتحرك نهائيا أرضناها على الأطباء الأطباء يأسوا من علاجها فالأب يقول أنا وفرت مبلغ حتى أطلعها إلى العلاج قالت أبويا هذا العلاج ما أدري يصير لو ما يصير يشفى ما أشفى ما أدري بس أنا بقيمة هذا العلاج أريد أروح لزيارة الإمام الرضا علي وأطلب حاجتي عند الإمام لعل الإمام يكون سببا لشفائي كان ما يخالف شالوها راحت العيلة كلها إلى مشهد لزيارة الإمام اللهم رزقنا الوصول تعرف يودونها يجيبونها إلى الإمام يخلونها عند الضريح يتمنون أنه تطلع كرامة ما صالت كرامة ذيك الليلة ليلة الجمعة وكان ازدحام أهلها قالوا منه يظلوية هذه البنت ما نقدر ناخدها الليلة نوديها إلى الزيارة لأن ازدحام ما نقدر نوصل فالأم قالت أنا أظلويةها الأب قال أنا أظلويةها هي البنت تقول قالت تدرون الليلة أطلب من أدكم طلب الليلة ليلة فضيلة ليلة زيارة لا تضيعون على روحكم الزيارة روحوا زوروا قالوا زين منه يظلوية قالت أنا أنام الليلة رح أنام خلوني على فراشي طفوا الليتات وإنتوا روحوا زوروا ولا تنسوني من الدعاء لا تحرمون أنفسكم من الزيارة أكيد قالت أكيد طفوا الليتات هي على فراشها تظاهرت بالنوم وراح وهم يزورون الإمام الرضا هي ما نامت هي ظلت تبشي قالت يا سيدتي يا سيدي أنا ضيفتك الليلة قولوا الدنيا دنيا كان أمشي ويا أهلي وداخلوا وياهم على الظريح لكن أنا مقعدة صرت سبب مثاقلين من عندي حتى لو ما حشوا عينهم تحشي فأنا يا سيدي إذا قابلني زائرة وضيفة أريد من عندك الشفاء أريد من عندك العافية ما أريد أشوف هذه النظر يطالعوني بنظرة الأساء بينما هي تبكي دموعها على خدها وإذا بها ترى نورا قد دخل عليها في الغرفة وإذا هذا الإمام واقف قال لها ليش تبكي قالت يا سيدي طالبا من عندك الشفاء شالوني وجابوني إلى ما شد بنية الشفاء بعد أرجع إلى أهلي أرجع إلى أصحابي يقولون شنو ما إليك مقام لو الإمام يحبت كان شافات قال لاتخافين فمد الإمام رداءه عليها من قدميها إلى رأسها وإذا بجسدها يتحرك شافت وإذا نصف الجسد قام يتحرك النصف الثاني ما يتحرك قدرت تقعد على السرير لكن بعد النصف الثاني ما متحرك هم أهلها من رجعوا من الحرم دخلوا شافوها قاعدة صارت الصلوات صارت الفرحة صارت السرور هي بعده دمعتها على خدها قالوا ليش تبجين حمد الله الحمد لله حصلنا الفائدة قالت لأ نصف الجسد شفي النصف الثاني ما شفي قالوا هذه بشارة خير كانوا الأطباء يأسوا من علاجك الآن الحمد لله حصلنا نصف الشفاء إن شاء الله جاي الخير حطت راسها على الفراش نامت بالليل شافت في عالم النوم كأنما الإمام واقف وهي تحجيلة تقول له سيدي لو تعطيني شفاء كامل لو ما تشافيني أصلا لأنهم من أرجع راح يقولون ليش الإمام عطاش نصف شفاء يعني أنت مو مقبول تمام القبول فلو تعطيني شفاء كامل لو لا خلي هذه العلة والمرض أجيك بزيارة ثانية وإذا الإمام يحجيلها بالطيف قال لها فلان الذي كان قادرا على شفاء نصف الجسد قادر على شفاء تمام الجسد ولكني صرت سببا في شفاء نصف جسدك وتركت النصف الثاني لأختي فاطمة المعصوبة صلى على الله فإذا أنت تريدين الشفاء التام يكون تروحين إلى قم مثل ما يجيتي إلى مشهد اتحصلين الشفاء الكامل عند أختي هي من سمعة فزت من النوم قالت الآن تقومون تردوني إلى قم شلون إلى قم قالت أنا شفت الإمام والإمام بشرني وقال لي بأنه أنا شفيت نصف وتركت النصف الثاني لأختي فاطمة الآن تودوني بالعجل حجزونها اخذوها بالطائرة اجول طهران من طهران طلعوا إلى قم من وصلت إلى الحرم بعد ما أقول لك عند الضريح وهي تمشي بالصحن فحل لي الشفاء والعافية ببركة سيدتي فاطمة المعصومة أعيد الصلاة ثانيا بنية شفاء المرضى وقضاء الحوائج الثالث أعلى فهذه شقيقة الإمام يا إخواني مربنها الإمام داير بالا عليها فالليلة الريد نعطيها حقها الريد بكاء خاص الليلة شفت المجلس البارحة شلون كان كأنما من ليالي عاشورة الليلة أتمنى همي صير المجلس مثل البارحة الريد دمعة خاصة حتى نكتب من زوارها ومن خدامها إمام الرضا عليه السلام دس إليه سم النقي وبقي يتقلب على فراش المرض ما عند أحد غريب السلام عليك يا غريب خرأسا السلام عليك يا بعيدا عن الأوطاء فلما وجد نفسه ليس معه أحد في بلاد الغربة كتب كتابا إلى أخته فاطمة المعصومة ودفعه إلى رسول وأمره بأن يتوجه إلى المدينة على وجه السرعة وصل الرسول إلى المدينة إجي إلى دار الإمام موسى بن جعفر طرق الباب طلعت الجارية من أنت البيت ما بي أحد قال لها أنا رسول ممن وإلى من قال من مولاي علي بن موسى الرضا إلى أخته فاطمة المعصومة أخذت الكتاب وجاءت به إلى سيدتي فاطمة يجالس على مصلاحة قالت لها سيدتي هذا كتاب قد وصل من أخيك الرضا فلما سمعت هاجت أحزانها أخذت الكتاب وضعته على رأسها وعلى وجهها وشمت رائحة أخيها فتحت الكتاب وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من الغريب عن الأوطاء المسموم في خراسة إلى أخته فاطمة المعصومة أما بعد يا فاطمة فإذا وصلك كتابي هذا فاعلمي بأني قد سقيت السم وإذا وصلك كتابي فشد الرحال حتى تصلي إلى أرض خراسان فقد اشتاق الحبيب إلى حبيب هي بعد قرأة الكتاب هاجت أحزانها جرت دمعتها طلعت من بيتها راحت تركض إلى مسجد النبي ذبت روحها على قبر النبي قامت تحكي وإيا أمها فاطمة يوم قوم شوف في ابنك اش صار بحال اجوا اخوانها سيد احمد المدفون في شيراز المعروف بشاه شراغ بقية اخوانها حسين ابن الامام موسى ابن جعفر صالح ابن الامام موسى ابن جعفر فاطمة شعند قالت الان اريد الروح الى خراسة شلون نخلي احنا الروح وياك فخرج اخوتها وتوجه معها الى ارض خراسة سمع المأمون العباسي خاف الفتن ارسل جيشا جرت مجزر تفرق اخوتها المرجع الشيرازي يقول ودسوا اليها سم النقيع وثقل حالها قالت اوصل الاخوي فجاءت تشد الرحال حتى وصلت الى منطقة يقال لها ساوى سئلت الجارية ما المنطقة القريبة منا قالت لها هذه منطقة يقال لها قم قالت تعرجوا بي الى ارض قم وصلت بعثق لحالها شافت الجارية الزاد قليل الماء قليل قالت خلي ادخل الى البلد دخلت الى البلد حتى تبتغي الزاد والماء واذا بها ترى الاعلام سودا منشورة وترى النساء في بكا وعوين والرجال يلطمون على الرؤوس وكفت سيلت يا اهلكم مش صاير ادكم ليش هالضج ليش اعلام سودا قالوا لها يا جارية انظن ظن عليك انك غريبة قالت انا من المدينة جاي ويا سيدتي من سيدتك قالت فاطمة بنت الامام موسى بن جعفر صاح اهلكم يا جارية عظم الله لك الاجر لقد مات امامنا ضامن الجنة علي بن موسى صارت الجارية تضرب على رأس الان المصيبة مصيبتين مصيبة امامي وشلون اخبر مولاتي قالوا لها لا تخافي احنا نروح وياك احنا نعزيها احنا نخلي المات عند المعصومة بعض الروايات تقول فاقبل موسى الخزرج قال المعصومة ما تقعد على مشارف البلد نوديها معزز مكرم فاقبلت المواكب نحوها فلما رأت المواكب واذا الجارية اقبلت سيدتي عظم الله لك هي سمعت مولاتي المعصومة بخبر الرضاء صارت تضرب على رأسها وتنادي واخ اقول الروايات سبعة عشر تبكي على الرضاء حتى خرجت روحها من جسدها الليلة عمي شا تقول جاي تبكي على وحدة تبكي على المعصومة الليلة اخليك تبكي على ثنتين اكو هم واحدة عزيزة على قلبك اتحبها وتبكي عليها طوال السنة اغريدك تبكي عليها هم الليلة بس هذه كلمة الختام هذا موسى الخزرج من اخذ المعصومة قال لها مولاتي لات قاعدين بر البلد شي قولون عنا اهل قوم ما ضيفنا بنت الزهرة قومي اوديت لبيتي معززة مكرمة اركبها على ظهر الناقة اسمع ركبة المعصومة على ظهر الناقة اسمع وصارت تمشي وانفرج اهل قمص ماطين فكلما مرت المعصومة انحنى الناس وهم ينادون السلام عليك يا بنت رسول الله ليش تبكي ليش انا ما قاري لك مصيبة وين راح قلبك كلما مرت فاطمة على الناقة سماطين الناس ينحنون كهيئة الراكع السلام عليك يا بنت رسول الله هذه بنت الزهرة قالوا كرامة الى امها فاطمة يا جماعة زينب مو بنت الزهرة مو بنت رسول الله زين اسألكم يوم زينب دخلة الشام هم منحنوا عليها وقالوا السلام عليك يا بنت رسول لا تزعل علي امروتك لا تزعل علي راح احجح احجايا خاف انزل من على المنبر وتعاتبني شيخ البهائي يذكر والسيد نعمة الله الجزائري يذكر وصاحب ناسخ التواريخ يذكر يقول ولما دخلت زينب الى الشام تدري شو يأخذون الحجار ويرمونها على زينب من الله من الله كانوا ويا في الاربعين يحضرون المجالس يذكرون هذا البيت اش قد مؤدي اسمع زينب اش قالت للمحجار للمحجار لمحجار لمحجار مثل لمح البصر دهري لمحجار لمحجار وانا الماشا دوطولي لمحجار لمحجار أنا كل واحد يعايني لمحجار لمحجار ليش لمحجار أنا كل واحد كل واحد يعايني لمحجار 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 شلو ندفع ونحبالي بيدايل شنو من مجلس هذا المجلس الليلة اسمعش هذا البيت هذا البيت ما قرأته بالمجلس اللي قابلك ما نميته ما نميته يا أخويا جفن عاني ما نميته وحرت لا روح بي ما نميته ما نميته يا أبو علي درب الشام كله ما نامت درب الشام كله ما نميته ما نميته أخافا حرم ليذ بحروقي قامت تطلالع زينب يمين وشمال تدور على واحد من أهلها ما حصلت أحد اسمعها صاحة صاحة هلي 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 لو خبر ليكم وصل مني عشاق زينب اسم زينب يجرح قلوبهم هلي لو خبر ليكم وصل مني هلي لو خبر ليكم وصل مني اخذوا الدرب كلكم سألوا علي بكم لا يخيب اليوم ظلني ولو نصدر بالحق علي يعني مو لازم تجوني إلى مجلس يزيد حتى لو في الطريق بس لا تدخلوني المجلس ترى والله البيت قاسي حجي والله البيت قاسي يحتاج إلى قلب من حديد حتى يسمع ولو نصدر ولو نصد طريق تلاحقوني ولو نصد طريق تلاحقوني ترى عد مدخل الشام تحصلوني اكمل البيت لو اسكيت انترد علي ولو نصد طريق تلاحقوني عد مدخل الشام تحصلوني ترى يردون لها يدخلوني اخاف الناس تتفرج علي دخلوها المجلس ولحبال بيدها ويزيد قاعد على الكرسي وقدامه طشت الذهب وبيراس الحسين ابو سئيدك عطني مهلة عطني مهلة بعد ما خلصت وياك يزيد عنده ولد صغير قاعد عند الكرسي قام الولد يجر ثوب يزيد يقول لابويا هذه المرة المسبية اللي لحبال بيدها بويا لا ترفع صوتك عليها قل ليش تعرفها قل لي ما عرفها قل ليش توص بيها قل لي يا بويا كل ما تصرخ عليها المسبية انا انظر الى الطاشت اشوف الراس دمعة تجري على خده واسمعي صيحاء لوجدك يا اشتركوا في القناة